أخبارنا عن كأس الأمم الأفريقية نروح بقى لأخبار الدوري المحلي ونبتدي الدوري المحلي من النادي الأهلي قبل ما نروح لأخبار النادي الأهلي إحنا جلنا فترة كلنا فكينا يعني كإجراءات كورونا الفترة الفاتت كانت الأعداد يعني ابتدت أن هي تنخفض كنا دخلنا على الصيف والأمور كانت الناس يعني إيه الناس دايماً بتنسى ولكن رجعنا تاني الموجة في العالم كله الأعداد بتتزايد ناس لازم تاخد بالها ولكن واضح أن الدنيا يعني فكت والناس لازم تعرف حاجة بالذات لعبة الكورة البطولات القادمة البطولات القادمة كل الفرق حتى الدوري الممتاز حتى كأس العالم الأندية كأس الأمم الأفريقية الأندية بتلاعب كورونا الأندية حتفوز على كورونا نادي الأهلي هناك الحقيقة حالة قلق شديدة جداً وحالة ترقب شديدة جداً 8 حالات كورونا في النادي الأهلي عدد كبير عدد كبير ويعني في الأرقام أو في بداية كورونا ده أول مرة النادي الأهلي يوصل لهذا العدد وده بيدي مؤشرات إن فيه حاجة غلط إن فيه الأمور الاحترازية مش على ما يرام الأول ألف سلامة لكل اللعيبة كلهم بصحة جيدة والأمور إن شاء الله بإذن الله تعدي على خير ياسر إبراهيم، برستاو، مكسوني، أحمد نبيل كوك، أحمد عبدالقادر، طاهر، رامي ربيعة، محمد فخري وده الحقيقة اللي خلى إدارة الأهلي تنزعت بشكل كبير لأن الأهلي داخل على بطولات كتيرة ممكن الأهلي ده يأثر عليه بخسارة قبل البطولة بغياب عناصر كبيرة جداً منه متخلين الأهلي حيلعب مباراة الجونة في كأس الربطة القادم وهو ناقص 8 لعيبة كورونا 6 منتخب 3 منتخبات أفريقية عدد الحقيقة كبير جداً 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 وده اللي خلينا أو إحنا اللي يخلي ده أن إحنا بنقول لازم يبقى فيه صحوة داخل الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري داخل النادي الأهلي طبيب النادي الأهلي لازم يراجع الإجراءات الاحترازية بشكل كبير جداً لأن معدل دايماً حكمنا زي ما قولنا برع المنتخب بفضل الله الحمد لله أن هي فيه حالة أو حالتين وده بينتج أن يبقى فيه تباعد يعني فيه تباعد ممكن يحصل لك إصابة 2 ولكن أن يبقى عدد كبير معنا كده أن فيه أعداد كتيرة مع اللعيبة أن كل واحد مش أخذ إجراءات طبعاً الإصابة من الإصابة من عند ربنا ولكن لازم أن إحنا ناخد بالنا يعني ربنا بيقول يعني خده بالأسباب يعني دايماً اعمل اللي عليك وبعد كده الباقي على ربنا بنشوف صور كتير بنشوف صور تجمعات بنشوف صور أفرح كل ده الفترة اللي جاء لأن خلاص اللعيبة دي محترفة فلازم تبقى عارفة أن كل ده مش حبقى موجود لازم التقم الطبي داخل النادي الأهلي يعيد من جديد الإجراءات الاحترازية بشدة وده اللي خلق كابتن سالعب حفيز دخل ووجه لهم شديد جداً للعابين ووجه أنه حيبقى فيه خصومات بعدم الالتزام واللعب نفسه لازم يبقى حكم نفسه الموضوع مش جهاز فني وجهاز إداري اللعب نفسه يبقى عارف أن دي مسئولية غيابه هيأثر على فريق بالكامل يكون أخذ إجراءاته عارف أن كلنا بنبقى محتاجين جامل بنبقى فيه مناسبات بنروحها ولكن ده هو حال النجم غصباً عنه ده هو حال النجم محمد صلاح في فرح أخوه قبل كده ورجع برضو الدوري الإنجليزي وكانت كورونا والناس يعني حتى في الحديث مع كلوب قال أنا متفهم وفي الآخر أمور إنسانية وده فرح أخوه بغض النظر بقى كانت في الفرح كانت هناك كانت في لندن ولكن الصور دايماً اللي بنشوفها هي اللي بنحكم عليها فلازم الناس تاخد بالها لازم الأجهزة الكورة بالكامل تاخد بالها لازم اللعيبة كمان ياخدوا بالهم وده الحقيقة موضوع يهمنا بشكل كبير جداً الفترة القادمة صفقات النادي الأهلي عرض عرض من دوري عربي كبير جداً لأحمد عبدالقادر وطهر أحمد عبدالقادر وطهر رد النادي الأهلي حيكون إيه؟ هو العرض في الطريق رد النادي الأهلي حيكون إيه؟ أنا مش عارف ولكن موسماني إما تفتح معا الموضوع رفض رفض تام تام أي حديث عن أحمد عبدالقادر تام تام أحمد عبدالقادر ده خارج الحديث تماماً طيب لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي اتكلمت مع موسماني على بعض اللعيبة اللي ممكن موسماني يكون على راداره وإحنا عارفين إن علاقة الأهلي بفيوتشر علاقة جيدة إدارة الأهلي أو تعاقدات الأهلي حط أحمد رفعة لاعب فيوتشر على المنظار بعد تقلقه بشكل كبير وغنان محمد لاعب وسط مدافع فيوتشر دول اتنين النادي الأهلي حاطت عينه عليهم وكان فيه كلام على مهند لاشين مهند لاشين بيقترب من بيراميدز وديانج بيصر على الاحتراف العلاقة جيدة وممكن يكون فيه خطوات في هذا الشأن كمان فيوتشر عنده رغبات على أو حاطة المنظار على بعض لعبي النادي الأهلي محمد هاني حسام حسن مكسوني وأعتقد أن ديه لعيبة أيضا تقدر تصنع الفارق محمد هاني أعتقد صعب جدا ولكن حسام حسن ومكسوني على سبيل الاعارة حيكون حديث النادي الأهلي أو حيكون حديث مسماني ده اللي هنشوفه ولكن أكيد في فترة انتقالات يناير هناك متغيرات داخل النادي الأهلي في الخارج والداخل يعني فيه الصفقات اللي ممكن تبقى جاية عن طريق البيع ما أعتقدش النادي الأهلي ممكن ياخد بالدور المصري على سبيل الاعارة أنا أعتقد أنه صعب لأن ده من الأهلي عنده بطلاق كتيرة جدا وبيبني يعني مش بيعتمد على فترة أبني فيها لاعب ستة شهور وبعد كده لا هو عنده بدائل كتيرة فهو دايما بيشتغل على اللاعب اللي هو اللي هيعيش معايا ده ما يخص النادي الأهلي